عبرة دون اهتمام كبير مرت أولى حالات التسمم في أحدى مدارس مدينة قوم جنوب العاصمة طهران قبل ثلاثة أشهر بدأت القصة لكنها خلال أسابيع امتدت إلى محافظات أخرى منها بروجرد غربي البلاد وخراسان رضوي في الشمال الشرقي وسمنان في وسط البلاد وصولا إلى العاصمة طهران حيث سجلت حالات تسمم في أكثر من خمسين مدرسة في تلك المناطق ومع التساع جغرافيا حالات التسمم في المدارس اتساعد دائرة التساؤلات والمخاوف لدى الطلبة وأهالهم ما أحدث جدلا واسعا في الداخل الإيراني لماذا افتتحوا المدارس مجددا قبل انتهاء التحقيقات وعندما نسأل عن أسباب التسمم لا نحصل على رد مقنع قمض حوادث التسمم فتح الباب أمام شائعات كثيرة واتهمت بعض الوسائل الإعلامية جهات معارضة داخلية وخارجية باستغلال الوضع والوقوف وراء تلك الشائعات خاصة أن حالات التسمم اقتصرت على مدارس الفتيات أما وزارة الداخلية فأكدت استمرار تحقيقاتها في تلك الحوادث لم نعثر على ما يؤكد وجود مادة سمة يجري التحقيق في أن تكون قضية مغامرة أو تجربة مادة من قبل الطالبات أعداءنا يسعون إلى إحداث الأزمات بعض الأخبار المتناقلة غير صحيحة فنمتصب طالبة بشالل كما لم يعتقل أي متهم حتى الآن تقارير تنقلتها وسائل إعلام وتحدث عنها نواب في البرلمان أشارت إلى أن تحقيقات أظهرت أن غاز النيتروجين أن تو كان السبب بتسمم الطلبة في مدينة قم وتقارير أخرى نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى أن الأمر يعود إلى استخدام طلبة لألعاب غازية لخلق أجواء قبل الامتحانات بحسب القائمين على بعض المدارس لكن كل تلك التقارير ما تزال في إطار الفرضيات التي لم تؤكدها الجهات العمنية والخشة قائمة من استبرار طبابية التحقيقات يترقب الرأي العام في إيران نتائج التحقيقات ليس للأطمئنان على آثار حالات التسمم الصحية فقط وإنما للحلولة دون اتساع أزمة قد تنعش احتجاجات لم تكت تهدأ أيضا ياسر مسعود العربي طيران